سجلت بورصة عمان أداء ضعيفا في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع من حيث مستويات الأسعار بدعم من القطاع الصناعي وحجم السيولة وظهرت معشرات التداول لجلسة اليوم أن حجم التداول بلغ حوالي 7 ملايين و 600 ألف دينار تحققت عبر تداول 6 ملايين و 800 ألف سهم نفذت من خلال 3255 عقدا وعن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياس العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 2112 نقطة من خفاض نسبته 34% وقطاعيا انخفض لكافة القطاعات وأعلى نسبة لقطاع الصناعة بنسبة 1.33% أما الشركات الأكثر اتفاعا في أسعار أسهمها فهي الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك الأردن بنسبة 38% وادي الشتاء للاستثمارات السياحية بنسبة 25.26% أما الأكثر انخفاضا فهي العربية للاستثمار في النقل الجوي بنسبة 4.83% والألباني الأردنية بنسبة 4.68% ترجمة نانسي قنقر